أهلا من جديد أكدت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع الوطني التشاوري بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الإرهاب والموقف من الوجود العسكري في البلاد إضافة إلى ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات وحسب رئاسة الجمهورية فإن المجتمعين أكدوا أن من أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وإبعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ويكون ساحة للتلاقي وتغليب مصلحة الشعب العراقي والعمل على تبني شعار العراق أولا وأضف البيان أن الاجتماع حضره رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء والقضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وقادة الكتل والأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وممثلون عن مختلف المكونات العراقية